المرحلة دي بقى انت في البيك بتاع المستوى بتاعك وانا خلاص ده انا فوق اساسا مش لسه هطلع فوق انا بيت فوق وتحصل الاصابة وتحصل بعد كده شوية معكسات الفترة دي تعاملت معها ازايش هو طبعا احنا الفترة دي كان عندنا 17 كاس ام افريقيا في الجابون وروحنا وصلنا نهائي مع المنتخب مع كوبر وبعدين كاس عالم 2018 في الروسيا فكلها كان زمان دبتول اوقات كويسة جدا 2019 تصابت في مباراة ساندونز اللي هي كان خسرنا فيها من ساندونز بخماسية تصابت في اول خمس دقائية تصابت في رجبتي وبعدين بقت بقى فترة طويلة 6 شهور دي الفترة دي برضو حصل فترة رب الفرقة شوية وبعدين كان لاصارتي كان موجود وبعدين جي مستر فيلر اشتغل مع الفرقة بشكل كويس وبعدين رجعت انا مع مستر فيلر وحتى انا كنت لسه عريبا انا بكى مع مستر فيلر وكان من افضل المدربين اللي موجودين في النادي الاهلي افضل المدربين اللي اشتغلنا معهم في النادي الاهلي في الاجانب يعني انا بشوف هو مستر مانو الجزئيب افضل ناس اشتغلنا معهم بالمناسبة طب فرصة دايما فيلر بتتقالي الجملة دي من كل اللعيبة فيلر من احسن المدربين الاجانب اللجوم النادي الاهلي بس احنا كم مشاهدين او متابعين ما نعافش ليه احسن من احسن انا ورا ما عادش فترة طويلة وكانت نتائجه جيدة جدا في الاول بدأت شوية تتراجع قبل ما ينشع على طول بعد الكورونا بالزابط كده بس ليه فيلر ان انتو شفتو احسن احسن مدربين لجوم الاجانب هو عشان شغله ويمكن فيه ناس ما كانش تتطفل في الموضوع ده عشان هو كان شخصية صارمة وهو ملوش في التعامل الانساني او يعني هو يعني يه دايركت الشغل وبس وخلي بالك يمكن اول ما جيت ريزجي كلمني وقال لي الراجل ده صعب جدا في التعامل لان هو ترزجيت مرة معاه في بلجيكا وخصل من بينه خلافات ويمكن دا فادني في التعامل معاه لان انا ما كلمتوش خالص في الاول انا كنت راجع من الاصابة وهو انا يعني قريت حللت شخصيته كويس يعني يعني مفعلش تروح تكلمه في لعبة مش لعبة في تفاصيل فنية في الكلام تقولوا بيددائج جدا ولموضوع بيجي معاه بالعكس صح وحصل مع كزا العيد يمكن انا ما روحتش وقلت وان بلاش تتكلم مع الراجل ده وخلينا نشتغل اشتغلت شهرين بالزبط مش موجود في ال كنتنا لسه راجع من الاصابة وابتدى جهزني بشكل كويس وابتدى مفيش كلام مفيش اي حاجة بعض الشهرين بنسخن في التسخين وقفين بنعمل اطالات وستريتشات وكده فاجيه واي في جانبي وقال لي خلي بالك الماتش اللي جاي كنا نلعب لإسماعيلي في استاد الماكس خلي بالك انت هتبدأ الماتش ده فجأة ويركز وعمل حسابك على كده لعبنا الماتش وكسبنا 1-0 فاجيه بعد الماتش قاعد معي وقال لي الفترة اللي جاي كنت أنا خاركت من الكامل الأفريقية كان حصل لي كده زرف وكان النادي الاهلي جاب كهرباء وممكن أنا كان عادي كان ليه حدث اشعر ان عادي كان خلص وانا كنت عدت فترة مفيش تعاقد وكنت منتزم مع النادي الاهلي ودي كان حاجة حتى كابت الخطيب قدرها جدا اه قدرها جدا اننا كنت طلعت من القايمة مش بالتعاقد وكان سهل ان انا علايب حر يعني ساعتها لكن طبعا العلاقة بتبقى بينك وبالنادي الاهلي يعني اكبر من اي حاجة يعني وده كلام كانوا واقعي بمواقف بالمناسبة في الفترة دي طبيعيا عندها كنت هتتكلم معك انت واحد في لي انت بالنسبة لي مكسب كبير جدا انا اي نادي انا مش راح اشتلع من راح اكدوب بلاش مين ساعتها كان اللي تكلموا معك هو في الفترة دي ما كانش الموضوع معروف اه بس ما هو في النقيق يعني كان معروف بينك انت وبين النادي الاهلي لانها كانت حاجة حصلت المفروض كان يبقى فيه اجراء ساعتها وحصل تأخير فيه وانا كان في فترة اصابة وكورونا فما كانش فيه تركيز في الموضوع قوي لكن انا نفس ما كنتش عارف يعني يعني ما كنتش عارف وقرفت بالصدفة فحصل بقى ناس بتقترح يعني بعض الوكلة بعض الناس طبعا اكترح العندية المنافسة ان يبقى فيه تحرك بس طبع الموضوع يعني مرفوض جدا وما فيش تفكير فيه خالص وبالعكس انا لما عرفت انا يعني بلغت المسؤولين في النادي تمام ويومها وقعنا على طول عقود يعني طيب هنكمل مع فيلر وفايلر كان الراجل بدأ يعتمد عليك بشكل كوي اشتغلنا بقى 4 ماتشاط حلو وتكلم معي اوالي انت هتبقى بالنسبالي من العاصر المهمة والاساسية بالنسبالي لعبنا الـ 4 ماتشاط فتغيرنا في افريقيا لعبنا هلالة السوداني وبعدين ماتش في الدوري التحاد وبعدين ماتش بلاتينيوم كان معنا في الاسماء بلاتينيوم وبعدين كسبنا في بعدة نص ساعة كسبنا واحد صفر بعد ونص ساعة جاءت الاصابة التانية فاترة كيليس دي بقى الـ بس فاعدت فيها فترة طويلة بقى عطالت كل ما بتبقى في مستوى كويس او بتعلق هم اللي سبتون جمرة بعدة عطت فيهم سنة ونص كانت فترة طويلة اوه